اهلا وسهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان ونشرة الحصاد نستعرض معكم فيها ابرز ما جاء من احداث على مدار اليوم والى العنوين السيسي يوجه باستخلاص دروس مستفادة من تجربة مصر لمكافحة كورونا منذ اندلاعها مدبولي يعلن 50 جنيها للمتر قيمة التصالح لكل الريف طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي هاتريك محمد صلاح يقود ليفر بول لفوز مثير على ليتز يونيتد بالدوري الانجليزي ونتابع معكم في التفاصيل وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالدولة لاستخلاص دروس مستفادة من تجربة مصر في مكافحة تداعيات ازمة فيروس كورونا منذ اندلاعها عالميا وذلك لاتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة خلال الفترة المقبلة للتعامل مع اي تجدد قد يكون محتمل لانتشار فيروس كورونا بما فيها تكثيف حملات التوعية على مستوى المواطنين خاصة مع قرب بدء السنة الدراسية الجديدة جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير جميع الامكانات لنجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والمقرر ان تستضيفها مصر في يناير عشرين واحد وعشرين لتكون بمثابة احتفالية رياضية عالمية على ارض مصر واضخم حدث رياضي على مستوى العالم يتم تنظيمه بحضور جماهري منذ بدء جائحة فيروس كورونا جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمتابعة استعدادات مصر لمونديال اليد كما شهد الاجتماع عرض الخطوات الانشائية والتمويلية للصندوق الرياضة المصري والذي يعد أول صندوق استثماري لدعم الرياضة في مصر كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن مفاجأة سارة للمواطنين فيما يتعلق برسوم التصالح في مخالفات البناء خلال اللقاء الذي عقده السبت مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين بمنطقة كفر سعد في القليوبية كان ذلك بحضور عدد من الوزراء أيضا مؤكدا على أنه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتم تحديد سعر خمسين جنيها للمتر في التصالح بمخالفات البناء بالقرى وأشار مدبولي إلى أن مصر فقدت على مدار الأربعين عاما الماضية ما يقرب من أربعمائة ألف فدان من أجود وأخصى بالأراضي الزراعية على مستوى العالم منها تسعين ألف خلال الفترة من 2011 حتى الآن في منطقة الدلتة ووادي النيل أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 71 مسجدا في الجمعة المقبلة جميعها من تنفيذ الوزارة من موازنتها ومواردها الذاتية ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020 ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني أسماء المساجد التي سيتم افتتاحها والمدريات التابعة لها ننتقل معكم إلى أخبار الحوادث غادر صالح جمعة لعب النادي الأهلي قسم شرطة قصر النيل بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بإخلاء سبيله عقب تصالحه مع الشاب الذي دهسه بسيارته في منطقة كورنيش النيل في الجيزة في شهر إبريل الماضي وعقب قرار النيابة نيابة الجيزة بإخلاء سبيله تم إعادة لعب لقسم قصر النيل مرة أخرى ومغادرته بعد التأكد من عدم كونه مطلوبا على ذمة قضايا أخرى ونتابع معكم في الشأن العربي شهد محيط قصري بعبد بالعاصمة اللبنانية بيروت اشتباكات وقعت بين المتظاهرين الغاضبين المطالبين بتحقيق عادل وشامل وشفاف لأسباب انفجار مرفأ بيروت وبين القوات الأمن وحاول المتظاهرون نصب خيام للاعتصام بمحيط القصر ما أدى إلى تدخل قوى الأمن لمنعهم وأدت الاشتباكات إلى كر وفر بين المتظاهرين الذين رفعوا العلم اللبناني في وجه قوى الأمن اللبنانية التي فرضت طوقا أمنيا لمنع المتظاهرين من قطع السياج المفروض بالقرب من قصر بعب ونتابع معكم في الشأن العالمي أكد المركز الوطني الأمريكي للأعصير تشكب العاصمة عاصفة استوائية جديدة سميت سالي في خليج المكسيك قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية موضحا أن السرعة القصوى للرياح المرافقة للعاصفة تصل حاليا إلى 64 كم في الساعة وأنها تتحرك بسرعة 11 كم في الساعة وتوقع أن تزداد العاصفة قوة مطلع الأسبوع القادم لتصبح إعصارا يذكر أن إعصار لورا الذي ضرب الولايات المتحدة الشهر الماضي تسبب بمقتل 14 شخصا على الأقل في ولايتين لويزيانا وتكسس بعدما اكتاح هيتي وبرتوريكو ونتابع معكم في الرياضة حقق فريق ليفر بول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه نجم المصري محمد صلاح فوزا قاتلا على ضيفه ليتز يونيتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المواجهة الماراثونية التي أقيمت بينهما مساء السبت فشهد اللقاء تألق محمد صلاح الذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف هاتريك وسجل محمد صلاح رقما قياسيا بعدما أصبح الفرعون أول لعب من الريتز يسجل في أربع مواسم متتالية في الجولة الافتتاحية وثاني لعب في الدول الإنجليزي الممتاز بشكل عام يحقق هذا الإنجاز ونختتم نشرة الحصاد بأخبار الطقس تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأحد طقسا مائلا للقرارة رطب على القاهرة والوجه البحري فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا ويكون الطقس شديد القرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلا فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 80% وليلا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 وأصوان العظمى 40 والصغرى 38 انتهت نشرة الحصاد شكرا جزيلا لكم لطيب المتابعة أعدتها لكم هدى أبو بكر وكنت معكم الشام عبدالتواب شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء